اشتركوا في القناة في ساعات متأخرة من النهار من اليوم رح يبدأ فيه عندنا خلوه مسهر لكنه هو الآن موجود في منزلة الغفر وهي منزلة الكنوز والضفر والمنعة والتفريق والمشاكل والنفي رح يظل موجود القمر في هاي المنزلة لغاية الساعة تسعة وتمانية وأربعين دقيقة من مساء اليوم الثلاثاء اللي هو موعد بث الحلقة لا ينتقل القمر بعدها يعني لما نحكي احنا تسعة وتمانية وأربعين يعني اتناعش إلا عشر دقائق بتوقيت الأردن بعدها القمر رح ينتقل لمنزلة الزباني وهي منزلة للفساد والقطع والمشاكل ولكن رغم انه هاي المنزلة فيها شوية صعوبة إلا انه القمر اليوم رح يكون سعيد بسبب زوايا رح يشكلها ودرجة الزاء المكوت تبعته رح تعطيه طاقة إيجابية ما بنقول سعيدة جدا رغم انها سعيدة يعني بنسبة عالية إلا انه يعني بنقول انه يعني ماشي حالها كويسي بس مش بجودة القمر لما بكون سعيد بالشمس سعيد في نفس اللحظة طبعا القمر موجود في الميزان زي ما حكينا في هاي الفترة او هاي الفترة افضل فترة عاطفية يعني لمصالحة او لتعزيز او صار علاقة عاطفية مع الحبيب او تحسين علاقة زوجية نالها بعض التوتر يعني نوع من انوع المصالحات او التراجع عن قرارات التودد شغلات زي هيك بنكون اجتماعيين اكثر من ميل الاسترخاء بيجد الغرام متنفس لدى العشاق ولكن زي ما بنحكيها دائما انه بتلعب الغيرة دور في علاقة لم تستقر بعد يعني هذولا شوي الغيرة ممكن انها تشتغل عندهم في هاي الفترة بننجح في اعمالنا الفنية وبوسعنا القيام بمشروع مشترك ويمكننا ايضا اقامة حفلة او اعادة تزيين البيت او المكتب او اقتناء حاجية جميلة بالنسبة لزوايا الفلكية طبعا اول زاوية فلكية رح تتشكل هي زاوية تثليث ايجابية رح تكون بين القمر وبين المشتري وهاي رح تكون في تمام الساعة واحدة وسبع دقائق ما يعني بعد الظهر بتوقيت جرينتش بتوقيت الاردن الساعة ثلاثة وسبع دقائق عصرا بنهتم بشكل كبير بمشاكل ومتاعب الآخرين من حولنا كأنها مشاكلنا احنا ومنحاول انه نساعدهم قدر الامكان يعني زي عمل انساني وبتلوح الفرصة للتحصيل على مكسب مالي وبتساعدنا في تعزيز الروابط العائلية اما بالنسبة للزاوية التي تليها فهي زاوية تربيع سلبية رح تكون بين القمر وبين بلوتو وهاي رح تكون في تمام الساعة ثلاثة وسبعة وخمسين دقيقة بعد العصر يعني بتوقيت الاردن الساعة ستة الا ستة خلينا بلاش ستة الا مساء بتدفع بعض الاشخاص للتسلط ومحاولة فرض سيطرتهم على الآخرين ممن حولهم من الاصدقاء وافراد العائلة اما بالنسبة للزاوية التي تليها فهي زاوية اقتران ايجابية رح تكون بين القمر وبين عطارد وهي رح تكون في تمام الساعة سبعة وستة وعشرين دقيقة مساء بتوقيت جرينيتش ابن شعر بقوة الفكر والقدرة على الادراك الجيد للامور بالاضافة الى نشاط الذاكرة وسرعة البديهة يعني سبعة وستة وعشرين دقيقة بمعنى اخر الساعة تسعة وستة وعشرين دقيقة بتوقيت الاردن اما بالنسبة للزاوية الاخيرة قبل خلو المسار هي زاوية تسديس ايجابية رح تكون بين القمر وبين الزهرة وهي رح تكون في تمام الساعة عشرة وواحد وثلاثين دقيقة مساء بتوقيت جرينيتش يعني بمعنى اخر الساعة بتيجي اتناعش ونص بعد منتصف الليل بتأجج العاطف اتجاه الجنس الاخر وبالتالي مننجح بتعزيز العلاقة معهم وبيعطي دفع للعاملين في المجال الفني والتجميلي والديكور فبيتحسن عطاءهم وابداعهم طبعا بالنسبة لهذه الزاوية بتبدأ تأثيراتها من ساعات العصر يعني من ساعات العصر بتصير هذه الزاوية فعالة بعد هذه الزاوية مباشرة بيبدأ عنا خلو المسار يعني الساعة عشر وواحد وثلاثين دقيقة مساء من مساء اليوم بيبدأ خلو المسار اللي هو اليوم الاربعاء وبيستمر حتى تمام الساعة اتناعش واثنين وخمسين دقيقة بعد منتصف ليل الاربعاء على الخميس يعني منقول انه لو اجينا حولناها لتوقيت الاردن منلاقي انه بعد منتصف الليل هذول الزاوية يعني هي فترة خلو المسار يعني ساعة اتناعش ونص بتوقيت الاردن بعد منتصف ليل الخميس يعني الليل دخلنا على الخميس هيك وفي نفس اللحظة بتستمر هاي الزاوية للساعة تقريبا ثنتين واثنين وخمسين دقيقة فجرا يعني بكرة ان شاء الله في حلقة الغد راح نعيد نفس الزاوية هذا بيعني انه الفترة المذكورة لا تصلح للبدء باي عمل جديد او مهم مثل توقيع عقد او خطوبي او زواج او شراء شي ثمين بل اكمال العمل اللي بدأنا فيه قبل خلو المسار بالنسبة للاعضاء المعرضة اليوم بما انه القمر موجود في الميزان هي الكلا الحالب المثانة البولية الاوردة الجلد كله يعني بطور حساسية جروح اشياء زي هيك البنكرياس الانسولين اسفل الظهر والزائدة الدودية يعني بمعنى اخر هاي اللي احنا ذكرناها هاي الان في هذه الفترة بتصير اكثر حساسية يعني سهل انه الانسان يتعرض لآلام فيها وفي نفس اللحظة اللي بده يباشر لعلاجات بهاي الفترة لهاي الاعضاء فهي ممتازة جدا بالنسبة للعمليات الجراحية طبعا بما انه القمر متضائل اللي هو انحسار الهلال وخلص يعني بده يختفي فهاي مرحلة ما بصير فيها اللي هو عمليات النزف او عمليات السلبية للعمليات الجراحية فعشان هيك يوصى بالعمليات الجراحية في مثل هذا اليوم اما بالنسبة لعمليات التجميل فاليوم برضو جيد لامور الحقن وامور الجراحة لانه برضو شفتوا انه في زاوية مع الزهرة فهاي بتعطي زاوية ايجابية للحقن او للجراحة ومناسبة لازالة الشعر الزائد وتصلح لقص الشعر التجميلي مش العلاجي وتصلح للصبغ برضو ولكن ما بنصح زي ما حكينا القص العلاجي مع نمو القمر افضل مش مع انحسار القمر من انحسار البدر بالنسبة لمطعم كورونا برضو اليوم مناسب ولكن زي ما حكينا انه هاي العبارة رح اظلني اذكرها لانه في كثير اشخاص بنتبه الهاش او باخده هاش او بخده هاش بعين الاعتبار اللي هي الاسبرين البيبي اسبرين او المميع الاسبرين لها ثلاث ايام مع اللقاح يتاخذ وفي نفس اللحظة البندول او البراستامول اللي هو اعيار خمسمية حبتين كل ست ساعات او اعيار الف كل ست ساعات حبة واحدة طبعا لمدة ثلاث ايام على اساس الاعراض والحرارة بالنسبة لعمر القمر عمر القمر انحصار الهلال او المتضائل 27 يوم في تمام الساعة واحدة و59 دقيقة فجرا بيصير 28 يوم نسبة الاضاءة 5% طبعا 5% ما بينشاف بالعين المجردة يعني بمعنى اخر بدأ يختفي القمر اما بالنسبة لمزاج الكواكب وطباع الكواكب لهذا اليوم الشمس ما زالت بتشكل زاوية التربيع مع زحل فعشان هيك الشمس في العقرب لغاية يوم 22-11 هي اليوم برضو ممتحسة بنسبة 75% القمر في الميزان حتى يوم 4-11 هو سعيد بنسبة 85% الان ولكن في ساعات الظهر بنزل لـ 60% عطارد في الميزان حتى يوم 5-11 سعيد الان هو بنسبة 15% الزهرة في القوس حتى يوم 5-11 سعيد بنسبة 15% المريخ في العقرب حتى يوم 13-12 منتحس بنسبة 25% هاي انتحاس المريخ بلشت ترتفع المشتري في الدلو حتى يوم 29-12 سعيد بنسبة 15% زحل في الدلو حتى يوم 4-6 منتحس بنسبة 10% أورانوس في الثورة بيتراجع حتى يوم 18-1 منتحس بنسبة 10% نبقن في الحوت بيتراجع حتى يوم 1-12 منتحس بنسبة 10% بلوتوف الجدي حتى يوم 29-4 سعيد بنسبة 15% وصلنا للتوقعات اليومية برج الحمل طبعا القمر الآن موجود في البيت السابع وهو بيت الشراكي المالي والعاطفية فهذا يوم جيد للقيام بعمل مشترك ما بينكم وبين شركائكم شركاء المال أو شركاء العاطفة أو توطيد العلاقة مع الشركاء حتى مع الأزواج أو المصالحات بوسعكم توقيع عقد أو إتمام خطوبي هذا اليوم أو زفاف كمان هذا اليوم شوي بما أنه القمر مقابلك هي طاقتك اللي بتكون ضعيفة ولكن القمر بما أنه سعيد اليوم يعني ما بتكون الأمور صعبة كثير فسهل أنك أنت تتجاوزها هي بتأثر على العامل النفسي أكثر عندك يعني خوف، وسواس، تقلبات مزاجية ممكن يصير بعض المتاعب العائلية عند البعض أو المهنية أهم شيء أنك ما ترتجل المواقف يعني بمعنى آخر إذا تكون مجهز حالك ما تتسرع بالكلام وتجنب الانتقادات وخصوصا في مجال العمل برج الثور القمر الآن في البيت السادس وهو بركز على العمل والصحة فعشان هيك اليوم بتلاقوا أنه عندك قدرة على إنجاز أعمالكم حتى ولو كانت كثيرة ولكن بالمقابل إذا بدك تجهد نفسك رح تتعب حالك صحيا ممكن تجدوا اليوم تعاون من بعض الزملاء لإلكم أو يصير فيه نوع من أنواع التواصل الجيد ما بينك وبين زملائك حاولوا أنكم تمارسوا نشاط بدني يعني زي لو تتحرك تمشي أي شي بس على أساس أنه هيك تظلك محافظة على طاقتك الأهم برضو أنك تباكر لعملك بأنه القمر سعيد في هذا المكان فمعناته بيدعمك بشغك الجيد بعطيك نوع من أنواع الطاقة وإمكانية لإنجاز أعمالك فاليوم بدك تتوقع أن يكون عندك إنشغلات كثيرة وممكن أنك ما تنجح في إتمامها عشان هي قلت لك إصحى باكر فبدك تنظم وقتك وحاول أنك ما تقصر وما تشتغل عملين مع بعض يعني يخليه واحد واحد ويكون أفضل برج الجوزة بتشتد رغبتكم اليوم في التقرب من أحبائكم وتعزيز العلاقة معهم اليوم القمر في البيت الخامس بيت الحض بيت العاطفة بيت الأبناء بيت أحد الوالدين فعشان هيك الأجواء اليوم إيجابية ودعملة إلك بقوة ورغم أنه عطارد بشكل زوايا تربيع فعشان هيك بتعب موليد الجوزة إلا أنه اليوم أفضل من الأيام الصدقة فهذا اليوم مناسب لها ممارسة نشاط فني أو أدبي أو تغيير جو أو ترفيه وهي فترة استثنائية ورائعة ممكن يبتسم لك الحظ اليوم تكون فرحتك كبيرة في بعض الإنجازات بتهتم باستعادة موقعك وبتتحمس للبدء بتنفيذ مشروع طال انتظاره فاليوم بمعنى آخر بيحمل لك انفراجات وأخبار سارة وحتى على المستوى العاطفي الأجواء جيدة حاول أنك ترتبها بشكل جيد ابعد عن القلق وابعد عن الوسواس يعني أو الشك فعشان هيك عشان الأجواء تكون مناسبة لا إلا برج السرطان القمر الآن في البيت الرابع يعني بيت البيت بيت البيت المنزل العائلة العلاقات العائلية وأفراد العائلة فعشان هيك اليوم رح تنشغل كثير بالأمور البيتية والعائلية وهي اللي رح تأخذ من تفكيركم أو القصة الأكبر من تفكيركم بوسعكم اليوم التفاهم وتعزيز العلاقة مع أفراد العائلة لأنه القمر سعيد فعشان هيك ممكن يعني شوي يصير فيه موضوع أو مسألة معينة عائلية تلفت انتباهك وتكون انت طرف لا معالجتها إذا أنت بدك تعالجها ولكن إذا بدك تخلق مشاكل وتنتقد وتعصب فرح تدمر كل الأمور ممكن تضطر للإهتمام بتصليحات منزلية أو غيرها أهم شيء أنك ما تفقد الاتزان وثقة الأحبة ممكن تقلق بشأن صحة أحد أفراد العائلة أو ربما مسألة شخصية اليوم بيحمل بعض المصاريف الإضافية فبدك تنتبه من هاي النقطة برج الأسد بتنشطوا اليوم في أمور إلها علاقة بالدراسة والسفر الاتصالات المناقشة الحوار الدورات كل الأمور الفكرية والحركية اليوم عندكو حالية جدا فبوسع كل يوم اجتياز امتحان ممكن برضو تعززوا العلاقة مع أخ أو جار أو صار فيه نوع من أنواع التعاون ما بينكو ممكن تهتموا بأمور إلها علاقة بالأجهزة الإلكترونية أو السيارات بتستوعب اليوم كل الظروف وبتتكيف معها بسهولة عندك قدرة الإحاطة بها كاملة هاي فترة نعتبرها فترة التواصل بناءة مع الآخرين وإنت اليوم بتتمتع بنشاط ذهني وسرعة بديها عالي جدا وهذا الإشي بسمح لك بالمنافسة القوية وبرضو بالإقناع فحاول أنك اليوم ما تضيع الفرص المهمة عليك فإذا عندك سلعة معينة حب تروجلها فكرة معينة محاضرة درس معين فهذا يوم مناسب لهاي الأمور برج العذراء برج العذراء مناسب لكل هاي الأمور ممكن من خلالها تحسن وضعك المالي منكم أشخاص ممكن يحصلوا على هدية أو جائزة بتتركز الأمور على الأمور المالية بشكل كامل اليوم يعني كل تفكيرك اليوم بتجهل عملية الاستثمار أو دارة مالية أو تحصيل مالي أو أشياء من اللي ذكرناها فأهم شيء أنك اليوم ممكن أنك أنت تقلق لمصاريف طبية أو استشفائية طارئة أو بعض المصاريف اللي إلها علاقة بأعطال أو تصليحات ممكن تناقش بعض العقود أو المعاملات الإدارية ولكن بدك تناقشها بتأني والدقيق بالتفاصيل بترغب بمساعدة أحدهم وممكن اليوم تقوم بمبادرة جيدة طبعا سبب الضغط اللي صار اليومين الماضيات حكينا أنه عطارد هو كبكبكم لما يشكل زوايا تربيع معناته هو منتحس معناته بضغط على موليد برج العذراء وموليد برج الجوزاء فعشان هيك بتكون تتحملوا هاي فترة الانتقال في البداية برج الميزان طبعا القمر الآن استقر عندكم فعشان هيك بتجدوا اليوم أنه ثقتكم بأنفسكم كبيرة اليوم عندكم قدرة على إتمام كثير من الأمور وممكن اليوم تنجحوا بالدفع بمصالحكم بأي اتجاه أو على حسب تخصصكم وعملكم شعبيتكم اليوم في تصاعد وهاي الفترة بتحمل إنجاز أو تطور لافت أهم شي إنك ما تهملها وحاول إنك تكرر المحاولات اللي ما نجحت معك في الأيام الماضية اليوم ممكن يبتسم لك الحظ في مسائل معينة وممكن تهتم باستعادة موقعك أو مكان لإلك أو تتحمس للبدء بتنفيذ مشروع طال انتظاره أو كان متعطل في الأيام الماضية فاليوم ممكن ينفرج عن هذا الموضوع أو تسمع خبر لهذا الموضوع وتبدأ خطواتك الأولى فيه برج العقرب بالنسبة لموليد برج العقرب طبعاً ما زالت الأجواء ضاغطة عليكم أول إشي مش كل موليد برج العقرب إجعيد ميلادهم فعشان هيك اللي إجعيد ميلادهم يعني شوي بلشوا يشعروا بتحسن ولكن مش التحسن الكامل اللي هم برغبوا له الآن موليد شهر 11 هم اللي بلشت تيجي أحياد ميلادهم ولكن التعب لسا مسيطر عليهم والقمر اليوم برضو في بيت المتاعب وفيه تنقلات كواكب كلها بتتعلق فيك فعشان هيك التعب شوي بظل مسيطر عليكم صحتكم ما فيها عليها خوف ممكن يصير فيه اهتمام لبعض الأمور الصحية حاولوا أنه اليوم برضو تخلدوا للراحة وحاولوا فقط إنجاز ما بوسعكم من الأعمال العاجلة ممكن يسود سوء من التفاهم ما بينك وبين الأشخاص اللي حواليكم بتخف وطيرتك وبتشعر بالملل فممكن تتأخر المعاملات أو تلغي أو ترغب بالابتعاد عن الأجواء الصاخبة يعني بمعنى آخر هذا يوم سلبي شوي فيه نوع من أنواع السلبية أو طاقة السلبية ولكن ابتداء من بكرة الأجواء رح تتغير لأنه القمر رح يصير عنده برج القوس بتنشطوا اليوم اجتماعيا ولكن قبل ما نبدأ باجتماعيا والأصدقاء حاولوا اليوم تنجزوا كل الأشياء المطلوبة منكم كل الأعمال المهمة كل القرارات أو الأشياء اللي أنتوا حابين تنجزوها لأنه ابتداء من بكرة القمر رح يصير بالعقرب بيت متاعبكم فعشان هيك رح تدكل ليومين وربع تقريبا صعبات عليك شوي فعشان هيك اليوم هذا بدك تتحرك بكل الاتجاهات اليوم رح تنشط اجتماعيا ماشي رح تسعدوا من لقاء الأصدقاء ممكن تلتقوا فيهم أو يعاونوكم أو تتعاونوا مع بعض هاي فترة ممتازة منكم أشخاص ممكن يتلقى دعوة لحضور حفل أو مناسب سعيدة أهم شيء أنك تتجنب العناد وتكون أكثر انفتاح على أراء ومواقف الآخرين لا تتكاسل وبادر لتصحيح الأخطاء وحاول استعادة موقعك وثبت حالك وخلي ثقتك في نفسك قوية إنسان لي بيت المتاعب وما بيت المتاعب صحيح أنه بيأثر شوي ولكن بإرادتك أنت ممكن تحل كل الأمور اللي أنت بدك تحلها فالفترة أو اليومها ما بيناسبك البقاء وحيد لازم تختلط بالمجتمع برج الجدي بالنسبة لموليد برج الجدي طبعا القمر موجود في بيت السمعة بالنسبة لإلكم فعشان هيك الأجواء شوي ما زالت فيها نوع من أنواع الضغوطات هو هذا يوم بما أنه القمر سعيد فيه فهو جيد للأشخاص اللي بيبحثوا عن عمل أو بيرغبوا في إدخال تغيير على طبيعة عملهم ممكن اليوم ينتبهلكوا المسؤولون عنكم في مكان عملكم ودراءكم ورؤساكم ويقدروا جهودكم ممكن اليوم تنمي علاقة مع شخصية مرموقة أو تستغل علاقتك بشخصية مرموقة لحل قضية كان صعب أنها تنحل بالفترة الماضية فعشان هيك الواسطات بتشتغل معكم ممتاز اليوم فحاول أنك تقدم أفضل ما عندك في مكان عملك وما تتهرب من المسؤوليات الموكلة لإلك وحاول أنك ما تتقاعص من أداء الواجب لأنه هذا الشيء إذا أعمل أهدول الثلاثة ما نفتهم رح تضر بمصلحتك وتضر بسمعتك وتضر بمكانتك فعشان هيك بقولك استثمر كل فرصة جيدة بتجيك اليوم برج الدلو طبعا القمر الآن في البيت التاسع لإلكم يعني بيت السفر البعيد بيت الاتصالات البعيدة بيت التواصل مع أجانب بيت الامتحانات بيت السيارات بيت التنقلات بيت الاستراد والتصدير القضايا القضائية وكلها هاي إيجابية فعشان هيك اليوم رح ينشطوا بعض موليد الدلو بأوراق أو معاملات أو حتى سفر واتصالات بعيدة مع أشخاص خارج البلاد أو يتلقوا اتصالات أو أخبار عن أشخاص خارج البلاد فهذا يوم مناسب لإجراء مقابلة أو اجتياز امتحان أهم شيء إنك ما تستسلم وكرر المحاولة مرة وثنتين وثلاثة وثابر حتى تصل لهدفك هاي أفضل أيام الشهر وبترتفع حضوضك بنسبة عالية جدا ويمكن بعضكم يقوم برحلة أو يشارك في احتفال أو بتناقشوا موضوع مهم فهذا يوم إيجابي وممكن تسمع خبر مفرح بالنسبة لإلك أو خبر بتنتظره إلك فترة أو حتى أمور العلاقة بالقضاء اليوم تتجه باتجاهك برج الحوت طبعا القمر في البيت الثامن بيت الثامن يعني ما زال في مراحل المقابلة ولكنه اليوم جيد على مستوى الأموال المشتركة جيد للأشخاص اللي بدهم يدمون لقروض أو مساعدات أو شيء على راتبهم تنظيم أمورهم المالية المشتركة ما بينهم وبين شركائهم الفرصة برضو متاحة لمكسب مصدر وشراكة أو تعويض يعني تعويض بنك تعويض ضريبة تعويض تأمين تعويض صحي أموال لإلك بتحصلها أهم شيء إنكم ما تهملوا صحتكم ممكن تظهر بعض الأمور الصحية اللي بتتعلق بأحد المقربين لإلك ممكن تناقش موضوع بتعلق بالتمويل أو قرض ممكن تناقش مواضيع مهمة وتعيش امتحانات شوي بدها جهد لتتجاوزها أهم شيء إنك تعالج الشؤون الإدارية بدقة أي شيء أنت مدير عليه حتى لو المنزل بدك تعالجه بدقة وانت مفتح عينيك وبشكل خاص الملفات المالية والملفات الاستشفائية هيك بنكون انتهينا من حلقتنا لهذا اليوم فعشان هيك بحب أشكر الجميع في ملاحظة بس حب أن أوهلها إنه مبارح أنا أول ما بديت الحلقة ولد صلوا على رسول الله اللهم صلي على محمد وآل محمد في ناس قاعدوا يتلفظوا بكلمات طبعا تعليقاتهم ما نزلت لأني أنا عامل الآن صرت شاطر أعمل شغلات اليوتيوب لحاله يحذفها فهاي التعليقات حذفت أول شيء عشان أعيد وأكرر للأشخاص اللي ما بيعرفوا سعيد مزبوط أنا مش ضعيف شخصية ومش شخص من النوعي المهادن وعشان بسأل الأشخاص شو أعمل وشو أعمل فيه أشخاص جدد بفكروني بتخذش قرارات هاي القناة معمولة تشاركية يعني أنا والمتابعين شركاء فيها أنا بقدم وهمي بتلقوا ومنتعاون كلنا في مسألة وحدة وإحنا من البداية من أول ما فتحت القناة وأنا ما بخطي أي خطوة إلا لازم أنا أعمل استفتاء أو يشاركوني بآراءهم أفكارهم الأغلبية اللي بترجح كفتهم أنا بخطي الخطوة معاهم عشان هيك أنا بكتفي بالأشخاص اللي عندي يعني الأشخاص النخب الأشخاص اللي ضميرهم حي الأشخاص اللي مخهم نير هدول اللي أنا بدي إياهم أنا ما بدي بس ولا مجرد عدد وناس توجع رأسي أو توجع رأس المتابعين شوي ممكن حسيته بالفترة الماضية حسسيته كل فترة بتظهر هاي لما بكون تعبان مريض ماخد جرعة عندي ضغطات عائلية أو مرضية أو صحية شوي نفسيتي بتتعب يعني بطلع اللي عندي برضو قدام المتابعين والأحب كلهم بعرفوني بعرفوا أنه هذا ضغط علي زيادة عن اللزوم فبعض الأشخاص بفكروا أنه والله ضعف شخصية لا أنا مش ضعيف شخصية بترجع لحلقاتي من وراء أنا أكبر شانا بمسح فيه الأرض بهمنيش وكلمة الحق بتطلع عندي ولما أنا أشوف إشي غلط واحد يسألني ما بروح بتهجم أنا أحد ما بيجي بسوي فيديو عشان أتهجم أحد لكن لما بيجي شخص بيسألني بقول لي هذا الإشي بصير في علم الفلك علميا إذا بصير بقوله بصير بصير إش بقوله لا إذا قال لي فلان هيك بقوله فلان نصاب وإذا قال لي فلان سوى هذا شي وهو على صح بقوله هذا صح علشان هيك أنا مش إنسان يعني والله يباستنى كل واحد يدعني ويأمين وشمال لا أنا بمزاجي أو بقولت أخوانا السوريين بمرائي قلت المصريين أنا كده يا ستا بدك بكل اللغات بطلع لك إياها فتستهون ما تستهين إذا إنسان قلبه طيب والإنسان مع الله وبيحاول يتعامل بإنسانية مش معناها أنه ضعيف لا هو بظهر ضعفه وأنا بظهر ضعفي بس هاي نقطة اثنين ليش أنا نطينا إحنا لفين على أكثر من شغلي عشان موضوع مبارح أنا لما قلت صلوا على رسول الله اللهم صلي على محمد وقال محمد طلعوا ناس آه وليش الصلاة هيك آه وطيبوا المسيحي وطيبوا يا عمي أنت مسيحي عندي على القناة نسبة عالية جدا مسيحية بتصلي على النبي هاي نقطة عشان أنت تعرفها وفي مسيحية أنه مخها نير بتفهم مش بتيجي عشان تثير طائفية ونعارات وأشياء زي هيك لأنه بتعرف هذا دين وإحنا كلنا بنعبد إله واحد رب واحد هذه قاعدة موجودة عندي أنا في القناة هنا لا بسمع لا طائفية ولا مذهبية ولا حزبية ولا سياسية ولا دولية ولا قبائلية ولا عشائرية ولا اللي بتحلم فيه هنا إحنا كلنا مدامك دخلت على هذا البيت كلنا إخوة إخوة بالإنسانية كلنا أحباب كلنا أصحاب فيش عنا لا خيار ولا فقوس فعشان هيك اللي عنده هذا الإشي جواه أو المرض هذا لسه موجود كل هاي الأمور اللي أنا ذكرتها لحاله يحضر حاله من القناة ويطلع أما أنك أنت تصير بدك توجه حكي عشان ناس ترد عليك ونفتح نقاش على القناة بحضرك وبحضر اللي بناقشك كمان في هذا الموضوع هاي مواضيع ملغية تماما وكل المتابعين معروف اللي بعوي في هاي المسألة على القناة الآن بديطلع واحد آه بلشت توصف متابعينك باللي بعوي آه اللي بده يثير هاي الشغلات لا هو كلب ابن كلب وصلت المعلومة وبشرفنيش يكون عندي في القناة فعشان هيك هاي الأمور لعبوا فينا سياسيا وقسمونا وشققونا ونفونا ولعنوا أبونا كمان وهم بلعبوا فينا من ورا هاي المواضيع وهم قاعدين على الكراسي وإحنا دقين في بعض منموت إحنا وهم قاعدين بكسبوا مصاري وبقعدوا على الكراسي أكثر عندي هذا الموضوع ما ينفتحش رجاء 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 إحنا هنا مكان علم وأهل العلم أنقياء لأنه بفهموا وبحركوا دماغهم فكلنا في هذا الباب وكلنا مع بعض وإيد وحدة عشان كلنا نستفيد من بعض يا ريت إنه كلامي ينفهم بمكانه ما ينفهمش بمكان ثاني كل الإحترام والتقدير لكم جميعا وبديش أقول لكم المنتسبين والمنش منتسبين خلاص أنا معص بس ماشي كل الإحترام والتقدير لكم كلكو طولت عليكم طبعا في النهاية بنقول والله أعلم ماي توقعات إحنا ما منتنبأ وما منعلم بالغيب ولا مندخل على الغيب ولا منقرب على الغيب إحنا منعرف مفاتيح الكون ومنحللها منشغل مخنا مخنا مش مسكر مخنا مفتوح لأنه ربنا خله مفتوح وبقول والذين يتفكرون في خلق السماوات والأرض وإحنا الحمد لله منتفكر ومجلس علم عند ربنا كعبادة أحسن من عبادة ستين عام قيسوها لحالكم هيك منكون انتهينا من توقعاتنا لهذا اليوم والله أعلم يا رضى الله ورضى الوالدين سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك أترككم في رعاية الله وحفظه إلى اللقاء ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر